اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة بهواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي وصلتنا من المشاهدين الكرام عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالبرنامج ومنها هذا السؤال يقول صاحب السؤال حينما أتوضى أنسى أن أقول النية نية الوضوء يقول أنساها من أتوضى أنسى أقول نية الوضوء ومن أخلص الوضوء أتذكر بعض الأحيان أتذكر بنص الوضوء يعني أنا ما قلت النية وبعض الأحيان أقول بنهاية الوضوء أنه أنا ما قايل النية ما متلفظ بيها هذه بحسب السؤالة نقول للأخ الكريم صاحب السؤال أنه النية هي إرادة تفعل في القلب حتى لو ما الفضتها بلسانك هذا يكفي أنه أنت كنت عازم يعني في نيتك عازم على أن تتوضى لهذه الصلاة هذا يكفي في صحة النية النية في القلب هو بالأساس أما الألفاظ فهي تأكيدية يعني تأكد هذا النية اللي أنت عقادتها في قلبك فماكو إشكال حتى لو تذكرت مثلا بالنص أو بالأخير من أنه أنت ما متلفظ بيها يكفي أنه من البداية وإنت رايح مثلا في تحت الحنفية ونزل من عدها الماء وغسلت يدك وكذا من هاي الأفعال أفعال الوضوء بعدين وجهك والإيدك ليمنوا وإيدك الإسراء هذه من البداية العزم والهمة اللي دفعتك إلى أن تذهب لل للوضوء هذا يكفي في النية عدنا اتصال أم جعفر من الناصريات فضل يا أم جعفر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا سيد عزيزي سؤالي أيد فضلي السؤال الأول سؤال الأول نعم المائية اللي تقصدون بها يعني الإدرار نعم نعم إذا كنتوا تعنون بي الإدرار فداخل الصلاة يعني من تتوضون إلى أن تنتهون من الصلاة لابد أن يكون يعني ماكو إدرار بلي عدكم شيء نعم من أول ما تتوضين لغاية ما تخلصين الصلاة كون أنت محافظة على طهارتج إذا مثلا لا لا ماكو سبح وإنما إذا مثلا خرجت قطرات غيرها فقط تبدلين الملابس اللي لحى هذا البول وتغسلين الموضع غير هذا ماكو لا أسبح بها ولا معزنون ما أسبح لا فقط تروحين تتوضين مرة ثانية وترجعين تكملين صلاة يعني الصلاة اللي وراها المقصود سيد ولا أشطف ما افتهمت شنو اللي تقولي يعني ولا أشطف فجأت وقوها لي أي نعم أنت دخلين للمرافق يعني تشطفين تغيرين الملابس اللي أصابها البول وبعد ذلك تتوضين وترجعين للصلاة رحم الله واجهك أخذي لك بعد السؤال ثاني سؤال ثاني سؤال ثاني مثل غير البول مثل الشيء أو السمرة أستحى حتى نقول لألا بس تحذرني لا أعمل لك نعم ما افتهمت شنو واتي صايمة شنو يعني إذا مو دم يعني أشياء إذا مو دم معلي إذا مو دم الحيض يعني أشياء أخرى مثلا سوائل أو مثلا نزيف مو حيض نزيف مثلا هذا ما يأثر على الصيام لا ما يأثر على الصيام بلي تفضلي نعم قضيتي قضيتي خمسة أشهر صيام بعد ذلك شنو وراها خوش وبعد لا ما افتهمت السؤال يا أم جعفر أنت قلتي قضيتي خمسة أشهر ورا الخمسة أشهر بعدين قلتي خمسة أيام إحنا لازم نفهم السؤال بشكل واضح يالله نقدر نجاوب عليه قالوا انقطع الاتصال مع أم جعفر إن شاء الله تعذرنا أم جعفر لأنه ما سمعنا سؤالها الأخير بشكل يعني واضح حتى نقدر نجاوب عليه نرجع إلى الأسئلة أسئلة المشاهدين مصطفى يقول في سؤاله بلي طبعا هو ذاكر في السؤال لفظة لربما هي ممنى المناسبة أن تقوى أن تقال على البث المباشر لكن ممكن أنه نستعيض عنها بلفظة أخرى عدنا عدنا اتصال علي من الإعمارة تفضل يا علي عليكم السلام ورحمة الله أهلا يا أخ علي تفضل نعم أخ علي شنو سؤالك أي شؤال أتفضل أخ علي فقط بس ابتعد عن التلفزيون أو قلل من صوت التلفزيون حتى حتى أقدر أسمعك خلي اتصالك وياي عبر الهاتب فقط نعم ألو أخ علي ألو أفضل فضل أخ علي شنو سؤالك تأني جوز تقليز المرجع المي ابتداء لا غير جائز يعني واحد مثلا بلغ وصار عمره 14 سنة 15 سنة والآن يريد يقلد ما يصير يقلد مرجع ميت لازم يقلد مرجع واحد من ذول الأحياء الموجودين لا ما يصير شلون عيد سؤالك ما ما افتهمت سؤالك أخ علي ما افتهمت سؤالك يا حب ذلك شوية توضح سؤالك بلي يعني السؤال بلغ لان مرجع حالك ألو عبر الهاتف عبر الموبايل أكو فرق ثواني كذا هاي ضيع من الوقت هاي وحدة لازم ينظم سؤاله في ورقة قدامه حتى من يسولف إياي أو يريدي يذكر لي السؤال على الأقل يقرأ فما يكون عنده خربطة بالسؤال يكون السؤال واضح يكتبه على الأقل كتابة ويبعد ذلك يتصل عندنا انتصال أبو عمار من كربلاء اتفضل يا أبو عمار عليكم السلام ورحمة الله الله يخليك أهلا وسهلا ومرحبا بيك السؤال الأول بزيارة الأربعينية هاي المغيث نعم من زر زر يوم 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 الاربعينية ورجعي اه لقيت لقيت خمسين ألف دينار بالشارع نعم الخمسين لازالة عندنا حتى الآن نعم موجودات نعم 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 يعني سألت عن أصل يعني سأل هي الطديق الآن اي بالي 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 الفضل مرحبت المادية ضعيفة هو يسلم رعاية 875 نبلي 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 زين انت لقيتها مثلا في جوزان لقيتها في هش واقعة في هش واقعة في هذي يعني يعني خمسين صحيحة مو خمسة وعشرين اثنين لا والله خمسين ابراتها تقدر تنطيها انت بنية الصدقة عن صاحبها الى هذا السيد نعم سيد سيد وحالة المادية ضعيفة هو يسلم رعاية هسا حتى لوزنجين هم يجوز لك انت الطهية بعنوان صدقة مستحبة ما لها علاقة انه عندكذا وعندكذا وعندكذا خلاص انسان متدين صائم صلي فقير طهية هذا السؤال سيد سؤال ثاني نعم سيد انا ادي تاكسي نعم سيارة تاكسي شايفة غلب كربل انا بالداخل بق انا انا بالنسبة صلاتي اذا اروح للنجف اذا اروح لا لا قصر انت تشتغل بالداخل مو مثلا تشتغل بين ايه ما يخالف ايه حالك حال المسافرين اتصلي قصر بني شكرا جزيلا سيداني اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا ابو عمار اهلا وسهلا طبعا تعقيبا على كلام ابو عمار في انه هذا فقير كذا طبعا حتى هو نفسه ابو عمار سايق تاكسي اه يشتغل هو ايضا همات من ضمن الفقراء يعني يقدر ياخذها الى بعنوان الصدقة عن صاحبة وياخذها الى هسه سواء طبعا الفقير مقدم عن اي شخص اخر في مسأل الصدقات المستحبة الفقير الى اولوية مقدم عن كل انسان اخر اه هسا احنا اريد انعير هذا الفقير شلون عند كذا وعند كذا هذه مو معايير الشريعة معايير الشريعة في الفقير انه لا يملك قوة سنته قوة سنته يعني سنة هذه اللي امامه من اليوم الى مرور سنة 365 يوم لا يملك قوة سنته ما يملك يعني لو فرضنا شقد خلال 365 يوم شقد واحد يقدر يعيش مثلا عائلة يعيش عائلة بشم مثلا الفلوس اللي تيجي شقد مليونين ثلاثة اربعة خلال سنة اذا كان يملك ذني وزيادة هذا نسميه غني اذا ما يملك اقل من ذلك فهذا احنا نسميه فقير هسا سواء عنده سيارة او سواء عنده مستلزمات الحياة الاخرى او ما عنده هذه ما يطلع عن عنوان الفقير هذا هو عنوان الفقير اكثر من هذا اللي عنده قوة سنته فاكثر هذا نسميه غني نسميه فقير اثنين في الصدقات المستحبة الاولوية للفقير وإلا لا يشترط فيها كون هذا الانسان شنو مثلا فقير او غني هي صدقة مستحبة تريد تطيها مثلا الى غني تريد تطيها الى فقير اثنين يعني كلاهما هي بعنوان الصدقة المستحبة لكن الاولوية للفقير من ناحية الاولوية ليس الا نرجع الاسئلة الاخ مصطفى يقول هل الطفل الذي يتولد من الزنا يعني بطريقة غير شرعية يمكن يمكن له ان يمشي في خط التدين يعني انا اقرأ السؤال حرفيا الان يمكن ان يمشي في خط التدين ويصبح ويصبح عالم دين ام كل طفل غير شرعي نعتبر موزيا يعني بحسب سؤال الاخ مصطفى اخ مصطفى المتولد من بطريقة غير شرعية او من الزنا مثلا هذا شنو ذنبه الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم احدا نعم يمكن يمكن له ان يمشي في خط التدين ويصير عالم ومتدين بل ربما يدخل الجنة قبل اي واحد ولكن كمسألة شرعية هذا الرجل لا يصلى خلفه مو لانه مثلا ناقص في عدالته لا وانما هذا قانون قانون الله سبحانه وتعالى وضعه لاجل ان يقطع مادة الفساد اللي هي الزنا وانتشار الزنا مثلا في المجتمعات فجعل هذا القانون وهو ردع في الحقيقة نفسي للأبوين ما العلاقة الطفل هذا في هذا الموضوع هذا هو خرج الى هذه الدنيا وجد نفسه انه متولد مثلا من الزنا هو مذنب لا ذنب له الله سبحانه وتعالى ما يعاقب من هالجهة هذه ابدا لكن كل ما هنالك هذا قانون لا يصلى خلفه ولا يكون مرجع تقليد لكن متدين نعم ممكن له ان يكون متدين يدخل الجنة نعم يدخل الجنة ولا ربما يدخل الجنة قبل اناس كثيرين من صحيحين نسب ليش يدخل الجنة لأعماله لتدينه لتقواه مثلا لوراعه يمكن ان ينتصف بكل تلك الصفات هذا اللي هو ابن زنا ومتولد من طريقة غير شرعية له ذلك ويعني المسألة جبرية احنا يعني في مذهبنا في ديننا عن الامام الصادق عليه السلام لا جبر ولا تفويض وانما امر بين امرين فلا نقول بالجبر يعني ان الله سبحانه وتعالى قد جبر اجبر العباد على اشياء انه يعني هذه الشيء غصبا عليهم يصير لا هذا الطفيل فتح عنا لقى نفسه في هذه الدنيا هو ابن غير شرعي لا ذنب له ويمكن له ان يكون متدينا ويدخل الجنة ايضا لكن كل ما هنالك كما قلنا انه كقانون كقانون شرعي لا يصلى خلفه ولا يكون مشتهدا لان الاجتهاد يتطلب ان يكون صحيح الولادة وصلاة الجماعة ايضا تتطلب من امام الجماعة ان يكون صحيح الولادة هذا كقانون ذن الثنيا ما مرت يعني ما متوفرات به فمو معنى انه ليس تقيا او ليس عادلا الى اخره زين ايضا عندنا اتصال البالي ابو حيدار يقول في سؤال لو نسينا اداء صلاة نافلة العشاء وتذكرناها بعد منتصف الليل الشرعي هل نصليها بنية الاداء ام القضاء طبعا نافلة العشاء مستحبة المستحبات واسعة يعني امرها واسع يمكن شوكت ما كان تصليها شوكت ما تذكرت وتريد تصليها صليها قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل هي المهم انه وقتها بعد صلاة العشاء طبعا نافلة العشاء ركعتين من جلوس للي ما يعرف نافلة العشاء ما هي ركعتان من جلوس وهو قاعد تحسب بواحدة يعني ذن الركعتين اللي اديهن المصلي وهو جالس تنحسب عليه ركعة واحدة هي هاي نافلة العشاء اسع شوكت ما يريد يصليها خلي صليها قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل ما الصلوات المستحبة ليس فيها مسألة اداء او قضاء نعم ممكن يعني الوقت مالتها هو خلا في غير وقت يقدر دائما المستحبات يأتي بها بنية الاداء اذا كان الوقت يعني بعده موجود وما تجاوز الى وقت فريضة اخرى هذا يسمى وقت الاداء اما القضاء اذا اجدت فريضة اذا اجدت فريضة واجبة وبعد ذلك يريد ان يصل للمستحبة هاي اللي انا نسميها قضاء مثل اش مثل صلاة الليل صلاة الليل وقتها عند منتصف الليل الى الفجر هذا كل هو الوقت مال صلاة الليل لكن من تجي صلاة الصبح بعد صلاة الصبح اذا واحد يريد يصل صلاة الليل لازم يصلي بنية القضاء عدنا اتصال ابو علي من النجاف تفضل ابو علي اهلا وسهلا ومرحبا ابو علي فقط قلل صوت التلفزيون وتكلم ويانا عبر الموبايل فقط ابو علي اذا تسمعنا تفضل بيدنا انا نصف اه سيارة سعادة الجبير نعم على باب الله البدل اي على باب الله يعني اشتقصد سايق لو عندك فالشي تبيع وتشتري لا اشتغل الناس على باب الله ها اشتغل على باب الله هناك يعني تبيع وتشتري بالاشياء يعني للناس غير اي اي تفضل بالليل برازيس يعني ورحت للموقع اخذت مننا مخدع واخذت مخدع 12 وقصانية نعم زين تعرفون تعرف تعرف ما يعرف ولا يعرف شخصيا ولا اي يبقى يمك امانة لغاية ما يجي الموعد مرة ثانية في زيارة سعيد بن جبير وتروح لهناك واكيد ذول اهل الموكب تلقاهم موجودين لان هم كل سنة يجون فتروح تقلهم يا بذني بوقت يمي وذني هاي مالاتكم نعم ماذا سمعك اخ ابو علي ادري ابو علي انت قلت اخذت اخذت من عدهم بطانية ومخدة يعني بقى شيء براش هن ذني البقن يمك بالسنة جاية وروح ودي لهم ايا ذني يبق يمك امانة يعني عفتهم امانة عندهم لا لا اتشطيتهم ايا بالسنة اهلا التسبيح الكبرى في الثالثة والرابعة هتش يقصد مثلا صاحب السؤال يعني من يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله اذا الله والله اكبر من يقول ثلاث مرات ويريد يركع يقول استغفر الله ربي واتوب اليك او استغفر الله ويركع اذا هذه يعني حينما يقول استغفر الله ربي واتوب اليك بنية الدعاء هذه مو زيادة ليست زيادة في القراءة وانما يذكرها بنية الدعاء بنية الاستغفار وهذه لا تبطل الصلاة ومتى عاد الصلاة يعني فيها احسين الاخ احسين يقول في يعني في سؤال يقول بالركعة الرابعة اثناء السجود قلت سبحان ربي الاعلى وبحمده اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يقول انه هذه الاخيرة اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجدت يقول سهوا هل علي شيء هس سهوا او متعمدا هو من باب الدعاء عجل الله فرجه او عجل اللهم عجل فرجهم او عجل فرجهم يعني باي لفظ من هذه الالفاظ اللي ذكرتها يعني بعد ان تقول اللهم صلي على محمد وآل محمد هذا من باب الدعاء وهذا لا يبطل الصلاة باي حال من الاحوال حتى لو كنت متعمد التذاكر هذا فهو دعاء وفي الذكر الركوع او ذكر السجود يعني يمكن للمصلي ان يذكر الذكر الخاص سبحان ربي العظيم وبحمده او سبحان ربي الاعلى وبحمده ثم بعد ذلك يقول اللهم صلي على محمد وآل محمد ويدعو وعجل فرجهم هذا دعاء والدعاء في الصلاة لا يبطله لا يبطل الصلاة نعم امين الاخ امين في بل في سؤال يقول انا ناذر اشتري خروف واخذه لحضرة الامام العباس عليه السلام يصير بدل الخروف اخذ الفلوس يقول مثلا مثلا 150 او اكثر وهذه الفلوس اخليهن في شباك الامام العباس مكان الخروف اللي يريد يشتري اذا كان نذر والنذر بصورة شرعية يعني قلت مثلا هكذا في نذرك او في صيغة النذر لله علي نذر ان اذبح خروف وفي ثواب الامام العباس مثلا عليه السلام هتشي يعني بهكذا صيغة في هذه الحالة يعني القسم الاول من الصيغة من قلت لله علي نذر صار واجب فصار واجب عليك ما يصير انت تاخذ البديل وتروح تنطي مثلا او تذب بالشباج لازم كون نفس اللي نذرت نفس اللي نذرت هو اللي تذب ها وتوزع على الناس بثواب الامام العباس هذه واحد اما اذا لا ما قلت الصيغة قلت للعباس هتشي بقى الصورة من دون صيغة لله علي نذر يعني من دون هاي الصيغة قلت للعباس انذر خروف هتشي يعني بها الطريقة هنا لا يجب عليك ان تذبح يستحب من باب الاستحباب لكن الواجب لا يجب عليك ان تذبح خروفها نعم بامكانك تقول مثلا هاي الفلوس يعني ما للخروف بما انه صار مستحب الان اما ان تشري خروف والذبحة واما لا لانه الاستحباب شنو مقتضى انه يجوز تركه فانت بكيف تريد تسوي هذا النذر تريد ما سوي هاي اثنين ثلاثة سواء قلت بالصيغة الشرعية او لم تقل بالصيغة الشرعية يعني وجب عليك النذر او لم يجب عليك النذر بامكانك ايضا تروح الى العتبة العباسية واكعدهم هناك مكان لاستلام النذرات وتطيهم الفلوس وتقولهم انا ناذر مثلا خروف وهذه فلوس الخروف اما يستلموها من عندك ويطلق وصل وكان الله يحب المحسنين ما عليك شيء بعد لا ايضا سؤال بلي صاحب السؤال يقول هنا اذا عائلة تبنت طفل رضيع ذكر بدون رضاعة تبنته بدون رضاعة هل حينما يكبر يكون محرم على العائلتان عائلة الزوج وعائلة الزوجة لا التبني اول شيء التبني يعني نسبة هذا الولد الى هذا الاب او نسبة هذا الولد الى هذا الام هذا حرام لا يجوز نسبة الولد الا لابيه الا لوالديه هذه يكون صحيحة ادعوهم لآبائهم امهات امهات انما بل في آية مضمونها انما امهاتكم التي ولدنكم فقط اما هذا اللي بالتبني لا هو ابو ولا هو امه تبني التبني نسبته اليه يعني بحيث انه يصير ابن فلان يصير اسمه فلان ابن فلان فلان وادخال في العائلة وفي العشيرة ويرث بعد ذلك هذا حرام هذا غير جائز نعم تربية هذا الطفل فيها ثواب عظيم بس بدون تبني من دون تبني فقط تربية اذا تربية لا بأس بذلك ماكو اي اشكال بل فيه ثواب عظيم ولم يكبر المربية مالتا اللي هي زوجة هذا الرجل متكن امة لا تكون امة وانما مربيته واذا كبر لازم تلبس حجاب من عنده ولا تظهر شعرها ولا جسدها امامه لانه ليس هناك صلة بينه وبينها فصاحب السؤال كان دقيق يقول تبني ومن دون رضاعة لان رضاعة تنشر الحرمة يعني في الرضاعة اذا مثلا اخذ الطفل صغير وارضعته يصير هي ام الرضاعية وابو يصير الابو الرضاعي واولادهما اولاد هذا الرجل واولاد هذه المرأة يصيرون اخوة هذا الطفل اللي يرضع من هذه الام يعني تنتشر الحرمة بيناتهم فاذا كبر يعني لا الام تكون ام الخوات خواته الاخوان اخوانه يعني اكو صلة بيناتهم صلة الاخوة من جهة الاخوان من جهة الخوات فما يلبسون مثلا الاخوات مواجب عليهم يلبس مثلا حجاب امام الان اخوهن والام كذلك يعني مواجب عليها ان تلبس الحجاب امام الان انه ابنه بالرضاعة اذا ارضعتها اما اذا ماكو رضاعة التبني حرام والتربية جائزة وفيها ثواب ولا اشكال في ذلك عدنا اتصال ابو دموع ام دموع نعم من ديالة اهلا وسهلا ومرحبا تفضل يا ام دموع عيوني عدنا تحفيات تحفيات شن حكم الخلال حرام تحفيات يعني تماثيل شنو شنو تحفيات مجسم يعني لو صغير لو هتش لا المقصود بالمجسم يعني على هيئته الطبيعية لو لا هتش مصغرات يعني مصنوعات ما ما لها تأثير هذه وين كان حرام فيما لو واحد مثلا اتخذها للعبادة حرام انتو مجرد فتش زين اي هاي لا بأس بها اذا كان مجرد زين ليس الا لكن اذا كان مثلا مجسمات اذا كان مثلا مجسمات لازم يكون ما يتخلن باتجاه القبلة حتى واحد من يمد السجادة ويريد يصلي ليس يران قدامه نعم تفضل قصد شي خمس مو زكين بني اذا ما اذا هن مو بالاستعمال يعني فقط موجودات بالمخزن او بالكنجينة او بالبوفيا وما مستعمليهن بدون استعمال ومر عليها سنة كاملة فيتخمس يشوفون قيمتهم اشقد اشقد قيمتهم في السوق ذني يعني اذا اذا تبيعوهن اشقد يجيبا وخمسوهن بس التخميس يعني تاخذون مثلا سعر هاي الحاجة اذا سعرها مية يعني معناها الخمس مالتها عشرين من المية واضحة الآن اي اهلا وسهلا ومرحبا زين سؤال ايضا من احد المتصلين يقول رجل لديه اولاد اكبر واحد عمره تقريبا عشر سنوات وتزوج امرأة يعني هو هذا الرجل اللي عنده اولاد تزوج امرأة بعد وفاة زوجته هل يجوز للمرأة يعني الزوجة الثانية يعني ان تكون امام الاولاد بدون حجاب امام اولاد زوجها بدون حجاب اذا كبرى نعم لانه اذا اخذت ابوهم اه فهي صير بمثامة امهم يعني اكو نوعا ما اكو حرمة ابدية بين هذا الولد وبين زوجة ابوه مرتبه زين تكون مثل امه فنفس الحرمة اللي اتجاه امه نفس الحرمة اللي اتجاه مرتبه لان اكو راح تصير بمجرد الزواج اذا تزوج الاب من هذه المرأة اولاد هذا الزوج بمجرد الزواج هذه المرأة تحرم الى يوم القيامة عليهم تحرم الى يوم القيامة بلي عدنا اتصال ابو حسن من ميسان نعم تفضل يا ابو حسن اهلا وسهلا ومرحبا شوالي يا مستيد اي نعم انت الان على الهواء مباشرة اترك التلفزيون ابتعد على واطيني سؤالك بلي فضل نعم شوالي عد هاي ناس هنا بالنحية مو بالمحافظة نعم سجلوا هذا مع المهجرين نعم هم مو مهجرين بس اطلعوا دفعوا رشوة واسترجعوا مع المهجرين وقاموا يستلمون يقولوا ما بي اشكال هم ما قلتم يا هذا ما يسير لازل اشكال نعم نعم مخالفة قوانين الدولة او الحكومة غير جائز عند السيد السستاني الله يحفظه نعم بني غير جائز مو فيها اشكال نعم بني ما يجوز اهلا وسهلا بك يا ابو حسن اهلا ومرحبا نعم اه دريد يمكن اسمه دريد هذا صاحب السؤال يقول كان لدي صبغ في ايدي وحاولت ازالت بالصابون والزاهي لكنه لا يزول ما حكم صلاتي ووضوئي طبعا من شرائط الوضوء ان لا يكون هناك حاجز بين الماء وبين الجلد مثل الصبغ الصبغ او مادة دهنية اذا صارت على بشرة اليد راح تحجز الماء الماء ما يوصل للبشرة فصاحب السؤال يقول صبغ هذا وردت اوخر هذا صبغ ما ما راح ما لم يزال هذا ابدا زين قبل لا نقول الحكم فد نصيحة ممكن مثلا واحد يستخدم مواد اه مثلا مثل النفط او البنزين او بعض المشتقات النفطية ممكن لازالة هذه الاصبغ هذه كنصيحة اما حكمها فحكمها اذا ما زالت موجودة هم تتوضى وهم طبعا تتوضى وضوء العادي وهم تتيمم تيمم تجمع بين الثنين بني عدنا اتصال ابو احمد من المثنة سيدنا العزيز تفضل ابو احمد اهلا وسهلا ومرحبا الله يسلم سيدنا انا اريد قرب ااخذ قرب ان البنق العراق نعم وهذا القرب يبطوني عشرة عشر ملايين بل يبطوني تسعة وثمية اي ورجع اربعة عشر مليون اي بل يعني اللي يجوز هو يعني اللي يجوز انه تترجع اربعة عشر مليون لو يجوز القرض هو سؤالك لا يجوز عن منه عن القرض نفسه خلي اجاوبك خلي اجاوبك خلي اجاوبك ابو احمد اذا 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 كان سؤالك حول القرض القرض فقط يعني هو غير جائز لان هذا قرض ربوي بالاصل هو غير جائز لكن لكن اذا كنت انت مضطر يعني مضطر لاخذ القرض هذا حين ذاك لاجل الاضطرار هذا الشرع يقل لك يجوز فقط في حالة الضرورة في حالة الاضطرار وان لا هذا قرض ربوي بل ربوي فاحش ايضا وهو غير جائز وحرام لكن فقط والديك فقط في حالة الضرورة بل الله اهلا وسهلا ومرحبا بك ابو احمد بل نرجع الى الاسئلة السؤال الوضوء اذكرنا بل شخص ايضا هذا سؤال حول التبني يقول شخص تبنى طفلة رضيعة يتيمة ورباها وبعد بلوغها زوجها من ابنه هل يجوز له ذلك نعم يجوز لانه هاي الطفلة ماكو نسبة بينها وبين الولد يعني اذا هو فقط رباها هذا الرجل رباها ماكو نسبة بين هذه البنت وبين هذا الولد مثلا حتى تحرم عليه لا هو اخوها بل ولا هو مثلا عمها ولا هو خالها ولا هو ابوها ولا هو جدها ولا اي شخص ممكن ان يحرم عليه هو رجل غريب اجنبي فيجوز له هذا الرجل اللي تبنى هذه الطفلة يعني اللي رباها مو تبنى قلنا ان التبني حرام اللي رباها يجوز بعد ذلك ان يزوجها من ابن عدة اتصال من ميسان ابو سلام عليكم السلام ورحمة الله اتفضل سيدنا انا ابنه عمراء 18 سنة نعم وجد مثل الزواج وتقدم لخير ابن عمار اي اذهبتنا على مضيئ عن الولد واصفقته لاخ واخوي عن رضي سعال وقف لاختها الزغيرة يا الله خليك تزوج حرام حرام وما يجوز وما لحق ومحير عليها اي ما لحق ونت تعال بدلا الا تخل هاي توقفها لي اما خلي بيتك تزوج اي هذا عمل غير جائز وحرام وما يجوز لا اصلا انه مو وليها انت وليها اي بلي بلي هذا الامر انا انا سي قلت لانا ابن يا اس هاي ازوجها انا هاي ابن صغيرة بعدين بيت ساعة انا لابنك كبر وابنك لتصغير اسا بعدين ما يتجاوز عمر حسنا اقمعت انا وهي عمر تغريبة عشر سنين اي انا كان اصير المجاد وليه ابن مرا انا طيك انا وين رج بلي صحيح هذا الامر كله ما اقبل بي وانا هسا نستري بي بلوة بي اقول نوضا اروح اشتك علي نوضا تروح يعني وخاف وعد وليد وخاف من المشاكل هاي العشائرية نعم اي يعني ابو سلام الله يساعدك حقيقة لان المشاكل العشائرية يعني تجاوزت حيل يعني بل اما شرعا احنا نقول لك يا شرعا هو ميجوز له غير جائز ان يقول لك هذا الكلام وغير جائز انه تعال اصفط لهاي مثلا اللبنية يا الله اخليك هو اصلا ما الى ولاية لا عليك ولا عليها فهذا حرام هذا الكلام وهذا التصرف غير جائز بل موفق ان شاء الله يا ابو السلام اهلا وسهلا ومرحبا بك بلي اه ما اعرف عندنا وقت لاجل ان ناخذ اسئلة اخرى بلي اه احد بلي احد المتصلين يقول الكذب او الحلف بالائمة المعصومين كذبا هل يعتبر ذنب مثل الحلف بالله والقرآن ايضا كذب نعم نعم لانه الذوات المقدسة لا يجوز ان يقسم بها الانسان كذبا هذا هتك من من ناحيتين هتك لحرمة هذا الامام المعصوم لقدسية هذا الامام المعصوم ما يصير واحد انه انا احلف بي كذب فضلا حرمتهم من حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرمة النبي من حرمة الله سبحانه وتعالى فمثل ما لا يجوز انه واحد يحلف كذبا بالله سبحانه وتعالى ايضا لا يجوز الحلف بالذوات المقدسة عندنا اتصال مبالي وصلنا الى ختام وقت البرنامج لم يبقى لدينا من الوقت الكثير ان شاء الله نلتقي بكم يوم السبت القادم بنفس هذا التوقيت الى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك سبحانك يا لا إله إلا أن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة